الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر نسال الله عافية السلامة إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار الشرك مدوون قطلب نسال الله عافية السلامة إذا تاب من الشرك تاب الله سبحانه وتعالى عليه درجات التحريم أربع درجات عندنا أربع مراتب صغائر أعلى من الصغائر الكبائر كشرب الخمر أعلى من الكبائر الكبائر بالأصغر شرك الأكبر أصغر شرك الأصغر الشرك الأصغر أعلى من الكبائر現在 يكون الكبائر أعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر إذا لابد أن نشتني بهذه المراتب الأربعة الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها إذا أخطر شيء عندنا الشرك الأكبر ثم الشرك الأكبر ثم الكبائر ثم بقيت المحرمات السغير والله أعلم